مرحبا بكم تابعينينا أعزائي في فيديو جديد هذا الفيديو سوف نتكلم وسوف نشارك معكم أحد أكثر الأخبار إثارة وصراحة هذا خبر مضحك وفي نفس الوقت مبكي ومحزين لأنه علاقة بصدافة المواقع وتزويد وبيع دومينات المواقع الشركة يسمى شركة قودا دي على أغلب أنك سمعت بهذه الشركة هذه الشركة تم اخترقها مجددا والأمر المحزين والمضحك في نفس الوقت لأنه هذه الشركة الجماعة التي اخترقتها تقريبا كم يوم ثلاث أيام هي نفس الجماعة التي اخترقتها سابقا الدكتور فورفور كان نشر على حسابه على لينكدين منشور يكشف من خلاله التغرة التي كانت في المنصة وأيضا نشر بمجموعة من الصور بعد الصور هذه هذه الصورة شاهدنا معي الدكتور فورفور قام بمراسلة منصة قودا دي رسلهم تقريبا فبراير 2020 سنتين تقريبا خبرهم عن التغرة كم تشدوا معي فبراير 3 رسل المنصة وقال لهم يا سيدي عندكم تغرة المنصة قامت برد على دكتور فورفور قولي سوف شكرا لك سوف نقوم بسد التغرة ملاحظة جيدة مهمة وأن منصة قودا دي ليس لديها أي شيء يسمى بالبونتي عندما تبلغ عن التغرة لا يعطونك أي شيء وهذا أمر حقير وأمر لا يشجع الناس على تبليغ عن تغرات فهذا مسألة الأولى مسألة الثانية منصة قودا دي حسب تجربة المتواضعة هي تعتبر من أغبط شركات وأنا أقول ذلك أمامكم أمام الكاميرا والفيديو لأنه شركة الدعم الفنية دي مجموعة من الأسباب ومجموعة من المشاكل لا علاقة بطريقة سيارة الشركة ومجميع التفاصيل سوف تجدونها بطلعها في الوصف نشار دكتور فرفر ودكتور فرفر في السنتين تقريبا رأس للشركة وقال لهم يا سيدي في عندكم تغرة في عندكم هذه وهذه وعطاهم مجموعة من البيانات مجموعة من العلومات وبعد تقريبا ثلاث أيام وسبوع قاموا بالرد على دكتور فرفر وقالوا له شكرا سوف نقوم بحل المشكل وبعد موضي السنتين والتغرة لا تزال مستمرة والدليل هو أنه تقريبا من ثلاث أيام كما تشد معي بيسي ماك موقعه قام بنشر الخبر اختراق المنصة من جديد وقالوا أن الجماعة التي اخترقت المنصة سابقا هي نفس الجماعة التي اخترقتها هذه المرة وهذا يؤكد على أن الشركة لديها سوء تسيير رداء تسيير ولا يقومون بحل أي شيء أعتقد أن هذه الشركة مصر هو التبخور ومصر هو الإفلاس كانت لي تجربة معهم أكثر من مرة وصراحة شركة ذات سمعة سيئة لأنصح بها وكما شاعتم معي الشركة في طريقة الخسران كما يقال بالمغرفين يا حمادي وكما تشاهد معي في خبر تمام نشتر على جميع المواقع والكل والجميع المنصات تتسخر من قودا دي بحكم أن الجماعة التي اخترقتها سابقا اخترقتها مرة أخرى ولم يتم حل أي تغرى ولم يتم ترقيع أي تغرى والأمر المحزين هو أنه العديد من النأس لديهم مواقع وأنا كنت واحد منهم سابقا سابقا يلأينا غيرت لديهم ضمينات على هذه الشركة وضعت والآن تم تسريب بيانات قواعد بيانات الموقع الخاصة بهم بيانات الحساب على جودادي جميع المعلومات تم تسريبها والله أعلم ما الذي يقومون بهذه البيانات كان فيديو خفيف فقط نتكلم عن أحد أكثر المواضيع وأخبار إطارتها لتشويق هذا الأسبوع وننتقي في فيديو جديد إن شاء الله جميع العربية سوف تجدوناها في الوصف لكي تلقوا نظرها على سكرينشوت التي شاركت الدكتور فورفا معنا